قفزت أسعار فحوصات أنفلونز الخنازير في صنعاء ثلاثة أضعاف الثمن الذي كان مقرر لها وسط ذهول وعجز الكثير من تسبية الحالات بين الإصابة والاشتباه حالة ذعن وخوف وعجز حوثي من احتواء هذا المرض في أقسام العزل الخاصة بعدما عجزت المستشفيات الحكومية عن استقبال الأعداد المهولة التي تعاملت معها وزارة صحة الحوثي بالتطمينات وباء أنفلونز الخنازير ليس وليد اللحظة وإنما تم رصده منذ عشرة شهور ماضية لم تلتفت وزارة الصحة ولا منظمة الصحة العالمية لمكافحته أو اتخاذ الإجراءات الطبية والعزل للحد منه وتزامنا مع بروز أنفلونز الخنازير إلى الصدح مصادر طبية منتصف الشهر الجاري أكدت أن 346 شخصا توفو نتيجة الإصابة بأنفلونز الخنازير في صنعاء بينهم 198 من سكان أمانة العاصمة فيما بقيت المصابين قدموا إلى صنع لتلقي العلاج وتوفو في المستشفيات في ذات الوقت تم تسجيل أكثر من 1038 حالة إصابة مشتبهة بأنفلونز الخنازير في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وتشير مصادر ميدانية إلى عجز تام لوزارة صحة الحوثي في احتواء المرض الذي بدأ في التفشي إلى الريف في ظل شح شديد في توفر العلاج الذي تصل قيمته إلى 23 ألف ريال يمني والمعضلة أنه لا يداوي إلا نوعا واحدا من فيروس إنفلونز الخنازير وفي ظل عجز مكتب الترصد الوباء بأمانة العاصمة كشف أن 40% من الحالات التي تم رصدها على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية سجلت في مربع الوفيات وتقول الإحصائيات المتتالية أن العدد في تزايد من جانبها منظمة الصحة العالمية لم تعلن إلى الآن أن صنع مركز وبا شديد الخطورة التكتم والصمت يرجعه مراقبون إلى ضغط حوثي بعدما أمسكت الميليشيات بكافة مقاليد وكراسي المنظمات التابعة للصحة العالمية واستئثارها بتوزيع وطلب المساعدات الطبية ولا يوجد إلى الآن في صنعاء أي إجراءات وقائية قد تحد من انتشار هذا الوباء